بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الحمد لله رب العالمين جعل في قصص الأنبياء والمرسلين عبرة للمعتبرين وتصديقا لما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى عما يشركون وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق المأمون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم يبعثون أما بعد وإيها الناس تقوا الله تعالى وتأملوا ما قصَّه الله عليكم من قصص الأنبياء والمرسلين وأخبار الأمم الماضية لتعتبروا وتتعظوا فقد قصَّ الله علينا أما خبر نوحٍّ وقومه وهودٍّ وصالح وشُعيب وإبراهيم وموسى وعيسى لأجل أن نأخذ من ذلك العِبرة والعِظة ويزيد يقيننا بديننا ونبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وإن مما قصَّه الله في كتابه الكريم في مواضع قصة موسى وفرعون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعًا يستضعف طائفةً منهم يذبِّح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنَّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين إن فرعون بلغ من العُتوِّ والجبروت ما أوصله إلى أن يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إلهٍ غيري ولما علم أنه سيولد مولودٌ من بني إسرائيل يكون زوال ملكه على يده حينئذٍ تسلَّط على بني إسرائيل وهم ذُرِّيَّة يعقوب عليه السلام تسلَّط عليهم بالإهانة والإذلال وجعل قومه يستخدمونهم بأخسِّ الحِرَف والمِهَن وبلغ به الحد إلى أن يقتل الذكور من المواليد خشية أن يوجد هذا المولود الذي يحذر منه فلما ولدت أم موسى موسى عليه السلام أوحى الله إليها وألهمها في أن تضعه في تابوت في صندوق صغير وأن تلقيه في اليم في البحر أو في النهر فصنعت ذلك وألقته في اليم فذهب به الماء إلى أن إلى أن أدخله في بيت فرعون فالتقطه آل فرعون وأخذوه من الماء فتحوا الصندوق فإذا فيه هذا المولود فلما رأته زوجة فرعون أشفقت عليه ومنعت فرعون من قتله وقالت قرة عيني لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا فغذاه فرعون في قصره وصار مع حاشيته يلبس ملابسهم ويأكل من طعامهم ويتربى في نعمتهم وهل من تيسير الله سبحانه وتعالى فلما كبر موسى عليه السلام وقوي آتاه الله حكما وعلم لما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلم وكذلك نجزي المحسنين ولكنه دخل البلد فوجد فيه رجلين يتصارعان ويتضاربان واحد من آل فرعون والثاني من بني إسرائيل من قوم موسى فاستغافه الذي من شيعته يعني من بني إسرائيل على الذي من عدوه فوكزه موسى ضربه ضربه بكفه ضربة واحدة فقضى عليه وقتله فخاف من ذلك عليه السلام واستغفر ربه من هذا الخطأ الذي وقع منه فغفر الله له ثم مرة ثانية رأى الإسرائيل يتصارع مع قبطي آخر فأراد موسى أن يغيث الإسرائيلي فقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس فانكشف أمره وعرف الناس من هو القاتل وجاءه رجل جاءه رجل يسعى يعني يسرع من أقصى المدينة وقال له يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج من مصر خائفا يترقب أن يلحقوه ودعا ربه أن يهديه سواء السبيل وأن ينجيه من القوم الظالمين ألما وصل إلى مدين ورد الماء يشرب وجد امرأتين تذودان غنمهما يعني أنهما يدفعان الغنم عن الورود والغنم عطاش والمرأتين تدفعهما عن ورود الماء فسألهما ما شأنكم ما بالكما لا تريدان فأخبرتاه أنهما لا يريدان الغنم حتى يصدر الرعاء لأنهما امرأتان ضعيفتان امرأتان اثنتان ولا يستطيعان إيراد الغنم لضعف المرأة فأدركته الرحمة أدركته الرحمة والنجدة والشهامة على ما فيه من التعب فقام عليه الصلاة والسلام فسقى الغنم ثم تنحى إلى ظل قريب ودعى ربه إني لما أنزلت إلي من خير فقير فلما ذهبت المرأتان إلى أبيهما وكان شيخا كبيرا أخبرتاه الخبر أرسل إليه إحداهما يطلب حضوره فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا هذا أول الفرج وهذا نتيجة الإحسان لما أحسن إلى المرأتين أحسن الله إليه ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما كان العبد في عون آخيه فذهب إلى الشيخ الكبير وذكر له القصة فطمأنه وقال له لا تخف نجوت من القوم الظالمين ثم عرض عليه أن يستأجره لرعي الغنم مدة ثمان سنوات أو عشر سنوات وأن يزوجه ابنته فقبل موسى عليه الصلاة والسلام وأجر نفسه بنفقته وإعفاف فرجه ورعى الغنم فلما انتهى الأجل حمل امرأته راجعا إلى مصر وبينما هو في الطريق وفي ظلمة الليل وشدة البرد ظل الطريق ظل الطريق وأخطأ الطريق ظلام ليل وشدة برد وضياع عن الطريق وهذا من حكمة الله سبحانه فأبصر نارا ففرح بها وقال لأهلهم كثو إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرْ أَوْ بِشِهَابٍ قَبَسْ لَعَلَّكُمْ تَسْطَلُونَ ذَهَبَ إِلَيْهَا لَمَّا قَرُبَ مِنْهَا وَإِذَا هِيَا نُورٌ وَلَيْسَتْ نَارًا وعند ذاك كلمه الله عز وجل وقال له يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأنا ألقي عصاك فلما رأاها تهتز كأنها جان يعني ثعبان عظيم ولا مدبرا ولم يعقب خاف من الثعبان قال له يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين فأقبل وأخذها خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى فأخذها فعادت عصاً في يده ثم أمره أن يدخل يده في جيبه فأدخلها وأخرجها وإذا هي بيضاء كالشمس آيتان من آيات الله ومعجزتان أعطاهم الله لموسى وقال له اذهب إلى فرعون فرعون الذي هرب منه وخاف منه يقول الله له اذهب إليه فخاف وطلب من ربه عز وجل أن يجعل معه أخاه هارون وزيراً ويساعده فاستجاب الله دعوته وجعل معه أخاه هارون نبياً ووزيراً ويقول ما نفع أحد أخاه مثل ما نفع موسى أخاه حيث إنه دع الله له أن يجعله نبياً فجعله الله نبياً وذهب إلى فرعون وعرض عليه الدعوة وعرض عليه ما معه من الآيات العظيمة الثعبان واليد ولكنه ولكنه كابر وقال هذا سحر وعندنا من السحرة من يسيطر على سحرك وطلب من موسى الوعد في يوم معين ليعرض ما عنده ويعرض الصحرة ما عندهم وكان هذا من لطف الله سبحانه وتعالى لأجل ظهور الحق فوافق موسى عليه السلام وجاء إلى الموعد واجتمع الناس بما فيهم فرعون ووزرائه وحاسيته فطلب موسى من السحرة أن يعرض ما عنده فملأ الوادي من الحبال والعصي التي تتحرك كأنها حيات وهي في الحقيقة سحر تخييلي وليست حيات وإنما هي سحر يخيل إلى العيون والقمره التي تخيل إلى العيون الأشياء على خلاف حقيقتها حيث حشوا العصي والحبال بالزئبق وجعلوها كأنها تتحرك ثم إن الله جل وعلا أوحى إلى موسى أن ألقي عصاك فألقاها فصارت حية عظيمة التهمت كل ما وضعوه في الوادي وكادت أن تأتي على القوم كلهم فتلتهمهم فطلبوا من موسى أن يكفها عنهم فأخذها موسى وعادت عصاً بيده عليه الصلاة والسلام وعند ذلك أدرك السحرة أن هذا ليس هو السحر لأنهم يعرفون السحر وأن هذا آية من آيات الله فآمنوا بالله عز وجل وأعلنوا إسلامهم وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ثم هددهم فرعون بأشد العقوبة بأن يصلبهم على جذوع النخل وأن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ولكنهم ثبتوا على الإيمان وقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنتقى إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إننا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار وذلك جزاء من تزكى فاندحر فرعون وبطلت مكيدته وفشل أمام الناس فما كان منه إلا أن تسلط على بني إسرائيل بالجبروت والذلة والهوان فشكوا إلى موسى عليه السلام ما يلقون فقال لهم موسى عليه السلام استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ثم إن الله أمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل من مصر فخرجوا بأمر الله عز وجل بقيادة موسى عليه السلام فلما علم فرعون بخروجهم استنفر جنوده وقواته وخرج في أثرهم ليقضي عليهم وكانت هذه هي النهاية لفرعون وقومه فأدركوهم عند شروق الشمس عند البحر البحر أمامهم والعدو من خلفهم قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فضرب البحر بعصافا فلق تجمد البحر ويبس وصار طرقات على قدر قبائل بني إسرائيل لأن لا يتزاحم في الطريق فسلكوا مع هذه الطرق طريقا يبسا لا يخافون دركا ولا يخشون غرقا فلما تكامل خروجهم دخل فرعون وجنوده في أثرهم فلما تكامل فرعون وجنوده في البحر أطبقه الله عليهم وأغرقهم عن آخرهم وبنوا إسرائيل ينظرون إليهم ثم أهلك الله فرعون وقومه ومكن الله موسى والمسلمين معه وقامت دولتهم وسقطت دولة فرعون وتحقّط وعد الله ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من البيان والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على فضله وإحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الناس فقد كان هذا الحدث العظيم في هذا الشهر في شهر الله المحرم في اليوم العاشر منه وصام موسى عليه الصلاة والسلام في اليوم العاشر شكراً لله عز وجل وهكذا أهل الإيمان يشكرون الله عز وجل ويعبدونه ولا يعجبون بأنفسهم وقوتهم وإنما يشكرون الله عز وجل أصامه موسى شكراً لله عز وجل وهكذا ينبغي للمسلمين أن يكونوا في أيام نصرهم على أعدائهم شاكرين لله يُظهرون له العبادة والطاعة ولا يعجبون بأنفسهم ولا يتخذون هذه المناسبات أعيادًا من أعياد الجاهلية وإنما يتخذونها أيام شكر وعبادة لله عز وجل أصامه موسى عليه السلام وصامه بنو إسرائيل اقتداءً بموسى وبقي صيامه حتى إن العرب في الجاهلية كانوا يصومونه لأنهم رأوا أهل الكتاب يصومونه فصاموا وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وقال لئن بقيت إلى العام القادم لأصومن التاسع مع العاشر وقال خالف اليهود صوموا يوماً قبله وفي رواية صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده مخالفةً لليهود فهو يوم شكر لله ويوم عبادة لله وانتصار موسى انتصار للإسلام إلى أن تقوم الساعة انتصار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام انتصار للمسلمين إلى أن تقوم الساعة والمسلمون إخوة كالجسد الواحد بينهم رابطة الإيمان التي هي أقوى الروابط فعليكم أيها الإخوة بصيام يوم عاشورة وصيام يوم قبله ومن فاته اليوم الذي قبله يصوم اليوم الذي بعده امتثالاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه أجر عظيم لمن صلحت نيته وهذا اليوم الذي هو يوم صيام للمسلمين وشكر لله اتخذه المبتدعة يوم حزن ويوم شر عليهم فكأنهم ساءهم انتصار موسى عليه السلام فخالفوا المسلمين المسلمون يظهرون الفرحة والسرور والدعاء والشكر وهؤلاء يتخذون الحزن ويتخذون لأنهم أتباع فرعون وإن كانوا يلبسون على الناس بأن هذا حزن على قتل الحسين رضي الله عنه هو في الحقيقة إنما هو حزن على غرق فرعون لكنهم يتسترون من وراء الزخرف والهديان ولكن الله يفضح أمرهم ويهتك سترهم فالحمد لله على نصرة الحق وقمع الباطل والذي يشرع لنا هو شكر الله عز وجل في هذه المناسبات والتضرع إلى الله عز وجل أن ينصر دينه الذي نصر موسى وقومه على فرعون أن ينصر الإسلام اليوم على الكفرة والمشركين والمنافقين الذين اشتد شرهم في هذا الوقت على الإسلام والمسلمين في كل مكان فعلينا جميعنا أن نكثر من الدعاء وأن نكثر من التوبة والاستغفار لأنهم ما سلطوا علينا إلا بسبب ذنوبنا واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارضَ اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه وارضُد كيده في نحره اللهم شتِّت شملهم ومزِّق جمعهم واجعل ما صنعوه من الأسلحة في نحورهم اللهم اشقلهم بأنفسهم اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واكفنا شرورهم إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداتاً مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا اللهم اهدهم سبل السلام اللهم أصلح بطانتهم وجلساءهم ومستشاريهم واجعلهم هداتاً مهتدين اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين يا رب العالمين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أسقي عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت يا سميع الدعاء اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلائم ولا غرق يا سميع الدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله يذكركم شكروا نعمة ويزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون